السلام عليكم ألو 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 السلام عليكم شلونكم أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من اختراعات غريبة تعالوا شوفوا لي هاي الجنطة هاي الحقيبة شباب بيها شاشة شاشة تقدر تخلي بيها أي فيديو أو أي صورة أنت رأيضها تبس تخيل لا شباب الفيسبوك هالأيام ديبدع تعالوا خلي نشتريها ونرجع وكان توصل الحقيبة أو الجنطة نفتح اللاسق من التغليف من بينها زينة من التغليف صد كافي مريدها زينة تنخصهم نقطة ها ما لزاك تنخصهم نقطة هلأ 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 باع 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 باعوا شباب الشيز الشيز بيسحاب هاي نقطة تنضاف لهم ريحة جنطة مالمدرسة لك هلأ لك هلأ واشوشي ما در من بين ايمكم لو لا شوفو اكفت شيئي ضوي نقاط قلوبات ناعمة هي اللي راح تعرض لكم الصورة المفروض فتحها منها ومنها بوم هاي شون هاي هاي شون هاذ الواير الواير شون هاذا ها شلون تشتغل لازم اكوا عندك باوربانك اي ما تشتغل اللي على الباوربانك باع الشواشة جوه بس حلوة شباب واسعة شوفو نجيوب هناني هنا ما السفر ما السفر لا اقول لك ولا تقولي هسا شنو لازم شباب ننزل التطبيق مالتها ونربطها على التليفون حتى نحط بيها صورتي وهذا باوربانك شوفو اش قدوته نجيب هاذا الواير اللي طالع منها قاعدة بالباوربانك لازت كو ماش تغلت ماش تغلت ماش تغلت شوفو شلو هالسلاسة السلاسلو اربعة شو بجرت بجرت بتوقع بهاي الدقية شو باتتصورونا اش قدحوا بهاي السوالف اللي يتفيك بيها بشاء اخرب علي سوالف شو 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 تيقول لك ولكم 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 ش رايكم شرفكم شلونها شلونها بالظهر بالظهر له بالليل هو حتى كو جيوب جيوب أنفية هاهاها بوعوا هناك جيب نايس تقدر تحط به فلوسك ربع جقد هذا بيشبط للمي هاك هذا ربع وهناك جيب هيا هناك جيب هالثاني متحمس سنزل التطبيق حتى شوفها شلون تعرض الصور جاهزين تشوفون المفاجأة شوف شوف منو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بس ماعرف من كطة العمواض حاله لازم نبتعد تعالوا خلي نجرب غير صورة شوفوا شباب صورتي واو رهيبة نلبسها اوبا باع 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 شوف وأحلى ميزة بيها تقدر تكتب أي شيء تريده كتابة تطلع تتحرك أنا ما أعتقد تعالوا خلي نجرب خلونا نكتب علي شاكر ووو باعوا علي شاكر علي شاكر نقدر حتى نلعب بالأنيميشن ما لاته أعتقد الحركة ووو قام هيت ينزل قام هيت ينزل يوفو بس لازم نزغر الخط بصراحة لازم نزغر الخط أنا نقدر نرسم نقدر نرسم شباب راح أرسم أكتب هلو بالعربي هلو 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 باي هلو باي هلو باي هلو باي أنا قدر أشلاحها وحطها بقميص أوديها يمخياطي خياط لي بس هاي ما ترى طلع بالكاميرا يمكن تعبانة كل شباع كومة كومة أكو أشكال شباب شقد أنا عن نفسي أقيمها عشرة من عشرة ترى نفس نظام الشاشات اللي تشوفوها على أبراج العملاقة اللي يخلوها على العمارات البنايات عبارة عن قلوبات هنا ترى الشاشات نفس الفكرة هنا إذن القلوبات هنا اللي يكونن الصورة لكم اللي تشوفوهم بالشوارع فكتبوا لي بالتعليقات شون رأيكم بيها وخلوا نروح على الشغلة اللي بعدها أوكي شباب بما أن الفيس لقينا بيه شغلات حلوة مثل هاي الجنطة فشنو رأيكم نفتح الفيس وأي شغلة أشوفها بالفيس تعجبني أشتريها حلوة مو؟ ونقيم نقيم على حسب الجودة على حسب السعر على حسب التغليف ونشوف هل تسوى لو ما تسوى أوكي هذا فيديو مع العطور كاتب بعشرين ألف بس كل هاي المجموعة بعشرين ألف فقط المجموعة تتكون من ثمان عطور إماراتية ثمان عطور بعشرين ألف هاي شنو هاي مرحبا متابعي إن اليوم وفرنا لكم عرض خيالي وما متوفر بأي مكان بالعراق ثمان عطور إماراتية حجم كبير كل هاي المجموعة سعرها بعشرين ألف فقط نعم ثمان عطور إماراتية حجم كبير حجم 100 مل ثباتية وفوحان لمدة يوم كامل وبالضمان ثباتية؟ لمدة يوم كامل؟ ما ريد أحجي تعالوا خلني أشتري هذا العرض ونشوف صدق هاي العطور تسوى لو ما تسوى شيك اللي راح أتورط يا عيال وشان توصل العطور بعول التغليف أعزائي المشاهدين التغليف هذا أنطيك علية خمسة من عشرة تشيس تعالوا خلي نفتح شليف العطور هذا واحد طلع مننا ها ذا عطر إماراتي بشرفك هذا عطر إماراتي شباب اسمه ه بلاك الحد هسه ماكشي إماراتي عموما هذا واحد شفت 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 اهاaa الشيخ زاي هسه ها ريحت الإمارات بس هل هذا العطر أصلي ما ندري ما ندري ما ندري هل هذا العطر أصلي ما ندري باعي شنو عندنا عباباباب requiresم impressing ما هذا اسم العطر هذا العود الأبيض شنا باكيث مات جبن شن السالفة اي صارنا ثلاثة اوكي شاهين امارات فضة اربعة اي شن هاي اهام قبق قبق نايس قبق قبق طافر اوكي ملك الليل صراحة ما ادري شن هالعطور شكلي راح يسويه المعطر مات جاو اعتقد اعتقد اه هذ شنو هذة امير العود امير العود صارنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذ شنو هذ شنو هذة شباب هاذا القبق ماته لا طيب هاذا العطور شنو هذة بس هل يا ترى بيه ثباتية هو قال بالفيديو يوم كامل يبقى ثابت ثباتية وفي وحال لمدة يوم كامل وبالضمان وهذا العطور الثامن اسمه طاهر هذا طاهر صارنا ثمن عطور احنا نخلي عطر الشيخ زايد ونشوفه يطول ساعة لو يختفي ساعة ساعة نريد اذا طول عدي ساعة كله زيان شنو هه شباب شو كله اثراب مدري مطقع شوفو تحسون مستعمل باعد طقع البين نقاط شنو هذة تحسون عطر مستعمل شباب بيتراب اوكي بخن الشيخ زايد شنو هدقوا مدوس على ايد قال يوم كامل ثباتية ما ادري كتبولي بالتعليقات ثمن عطور بعشرين الف تسوة انا صراحة خليه قلكم اياها حتى لو يبقى العطر خمس دقايق ثباتيته خمس دقايق ويطير انا شوف نفسي ربحان حتى لو تسوي معطر ما تجو هم ربحان اذا الصفقة ناجحة ساعة ساعة ونرجع نشمة وهس تعالوا اندورنا شغلة ثانية اللي موجود بالموصل وما راح تقدر راح تلقوه بغير محافظة هو يطلع لي هذا الفيديو مارا الطرشي الموصل فاللي موجود من سنة الف وتسعمية وثلاثة وخمسين يوبي موجودين من سنة الف وتسعمية وثلاثة وخمسين يسون طرشي اما اذا ردتوا سألوني شنو اللي يميزهم فراح اقلكم الخلطات الخاصة بيهم بالاضافة للتشبيلة والتشكيلة اللي يسووها لا 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 شواء قيم تسلج قيم تسلج على هذا الطرشي من غير المربى وباقي تفاصيل جزيح حط شنو هذي الأحمر شنو هذا مربى هذا يحط بالطرشي شنو هذا رح ملساني ريد أجربه يجي يخلط الخلطة بهذه الطريقة ومنبعدها الى زلعة التشكيلة خاصة بيهم وطبعا الطرشي عتهم ثلاثة انواع اللي هو الطرشي بالخلطة طبيعي بالاضافة للطرشي الأصفر والطرشي اللي يجي بحب الرمان الطرشي يجي بحب الرمان بعد بعد العطر بعد اريد واحد كيلو طرشي بخل الرمان العنوان بغداد الرقم 07 8 تأخذ رقمي قد تم الحجز السعر 12 الف خلوا الروح نجيبه ونرجع لكم الطرشي صراحة كتغليف بس هو طرشي يعني شون يحط الكيام مثلا بقاصة تعالوا خلي نفتح الطرشي قدامكم ربما فالروماط نرى الخل الاحمر خل الرمان نفتح الحيد آوا المنظ union نرى عليكم جلال الرمان لسنا حسنا ناخذ بط انص Launch كنان wel و يهاي رائع بسم الله بسم الله شباب عصير رمان هاذه مو طرشي شوف لي شوف لي شوف لي الطرشية بسم الله ماقدر خلي ييدي يجواب الطرشي يقولون ميصير واحد يخلي ايده بدبت الطرشي لان الطرشي حمض هل اصابيعنا محمضة ماعرف بس يمي يقولون ما ميصير ماعرف فلا تمد ايدك بالطرشي يرجوك بل هاي الشمشة او هاي تشلابتين مش اسمها هاي ماعرف هاي المينقاش بس رهيب شباب رهيب تقييمي الى غير تسعة من عشرة اختراع شباب هاي اختراع طرشي بخل الرمان شلون ماعرف اسعد حبيل اسعد 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 هو هو بيامن يامن انتل ما يشوفون اخوانه واو جدرية خارقة طبعا هاي سبورتيج وزنها فوق الاطقل ونصف هاي خاف يريدي بيع السبورتيج لا شباب بعد وكتمول هالدرجة نشتري سبورتيج طينا مجال نعم على الكم متابعين الكرام اول مره بالاعراق بسعر الجمله ساتلاحق له ما تلاحق السيات الجدر الايطالي الملكي الزمن قطع فقط ب 41 الدينار السيات الجدورة ب 41 الف كم جدر 1 2 3 4 5 6 واذا شنو طاوتو طاوتين ب 41 الف ايه مزل ما سمعت 6 جدار زا طاوتين او شنو حاط تيب حاط تيب حتى يصر عالياتي عليش أمي عاجبها الجدورة يومي رح يجيب لك الجدورة هاي قدام المتابعة جبتي جدورة ايدورة هايو بحاجة ايدورة خلوا نروح لشتريين ونرجع لكم وصلت الجدورة شباب بس شو بالفيديو شو كبرات هن شو حسن الناس صغار الوصيل هذا بي اسمي وعنواني ورقم تليفوني ها 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 حنال، باب 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 حشنه هاشقدوتين شباب شوفوا الجدر الكبير شقدوته هذا يمفيدون بين شباب وتجدر احش هذا باليدروع الجدر الصغير شقدوته شنه هاي تسلق بي بيض شقدوته واع شباب هاي شنه تطبخ بي هذا شنه تطبخ بي شوف هذا شوي عليساسا كبر منه لش هاي ت Eddy تو بيه شوربة حتى دخلت بي ان دومي انترس هاده هاده نياناتين وهذا قبل الاخير انا اقول لك بس هذا شوية ها زيان هذا ما تتم منع تقديس اربيع او مرقة احنا بهذا نسوي مرقة ما تكفيينه هاي امي ما عشد ريديني امي اوكي وهذا الني هنا القباقه القباقات والشنو والطاوات ما اعرف شباب يكتبوني بالتعليقات هل هذا العرض كله يسوى 41 الف ما اشوفه زيان يعني انت شو تشوفون ما ادري بس دن الصغير صدق وما الهنداعي احسي يعني ها شنو هذي هذي شش تطوخ بيه هذي شنو شش قدوته بوعو انا صراحة اشوفها صفقة رابحة اكتبري بالتعليقات شنو رأيك بهذا السعر وبهاي الكمية خلو نروح على الشغلة اللي بعدها خلو نزل ذني لمي اليوم العرض ماتي ارخص من المي جد المي رخيص اليوم العرض ماتي ارخص من المي ست خاوليات الهندية الاصلية الوزن الثقيل هاليش نقعتين ست خاوليات الهندية الاصلية الوزن الثقيل و 3 مناشف التركية الاصلية زي ليش الخاوليات الهندية والمناشف تركية ليش ما سويتين كل من بلد واحد شوفوا الامتصاص ماته بالمي مو من هذي يذب شعر وبولستر و يسلت باعو هذا الاصلي ماذا ليش عبارك ما هددنا هذي شباب باعو باعو ست خاولات الهندي 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 والتركي والتركي نعم سعر ارخص من المي مو ارخص من المي المي بربع و 25000 دينار والتوصيل مجاني 25000 والتوصيل مجاني شوفوا انا همشي مان قرب لي زمين المصور هذا الاصل القطن 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 كل هذا العرض ب 25000 والتوصيل مجاني انا بس اريد اوضح لك شغلة انا رح اشتري هذا العرض هاي امه خاوليات بجدورة لا لا السلسلة هاي تحبيها رح اشتري هذا العرض بس ليش تقول التوصيل مجاني وانا اكو توصيل مجاني يعني ما ادري يمكن هنه سعرين 20000 و 5 توصيل فالتا قلت 25000 والتوصيل مجاني لان اذا قلت 20000 والتوصيل خمسة ما احد يشتري بس يا اخي ما ادري اعتقد بها اشكالية حلال وحرام هاي اذا فعلا كان التوصيل مو مجاني بس انت ضايفة على السعر و تقول مجاني بس اللي اعرفك و هاي ناس تقول مثلا هذا الشي ب 45000 والتوصيل مجاني وهي ضايفة خمسة على الفلوس ما اعرف وكاني وصلني الخاوليات باعوه ست خاوليات الهندية الاصلي 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 وثلاث مناشف التركية تعالوا الاصلي 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 شوف ست خاوليات الهندية وصلني يا عيال وثلاث مناشف التركية بيا ريحة اسطنبول وداعا للتنجيع وداعا للتبليل اطلع من الحمام وشعرك ناشف وقال ميت بوبر وشن هوي مو من هذا اللي يذب شعره وبوليستر ويسالة تباعه ماك مشكل عادي عادي الصير الصير شباب بسان شوية سالفة التوصيل مجاني اضوج منها يا ريت تقولولي مع التوصيل مثلا 25000 مع التوصيل اشلون التوصيل مجاني فاهمني يعني هل المندوب ما تططوه فلوس لو تخسروها من جيبكم ما دعرف 6 خاوليات هندية تعال اخنشوف الخاوليات الهندية الخاوليات حلوا بي الهندي 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 خلا روح انزل ذني لاموي جذورة اليوم وخاوليات الاصلي 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 شوفوه شوفوه باعوه اذا يذب خيط اذا يذب صبوغ اذا يذب وفر مرجوع 6 خاولات الهندي 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 عمد شم سوا من عرض اليوم باع عرض اليوم بحايل محفظة محفظة جنة تركيه اصلي فاكز هنا محفظة تجيب مياناتهم ب15000 والتوصيل مجاني اولا راح تشيل جهاز الموبايل بهذا الشكل باي تشيل جهاز الموبايل خلو ورح تشيل الجميع النقود الدولار وتشيل العراقي وانترى لا تشيل الين الصيني و Rule و كيه مصري باي باي اترى بجيب سري وحتى كان سري في العالم كلها عرفة هذه الجيب وحتى قال الحرام دام بجيب هذه المحفظة راح يبقي بها جيب سري وتشيل جميع الموسى ساكت بطاقة ساكنة جرس السبب سانوية زيان تشيل الفيزا كارد؟ لو ما تشيل خلي نشوف المحفظة الثانية 8 بطاقة تشيل بهاي العتلة مالتها بسين هاي الصغير هم تشيل دولار وعراقي؟ لو تشيل بس ين صيني القطعتين سعرهم ب 15 الف والتوصيل مجاني لكل محافرات عراقي هسهم قال مجاني اخي اخوان انا ضوج من كلمة توصيل مجاني انا احس نفسي دا ينضحك علي لانه ماكو شركة توصيل يتوصل ببلاش وشان توصل المحفظة اوكي شباب تعالوا خلي نفتح الشيس هاي المحفظة الشبيرة وهاي المحفظة الزغيرة طبعا مبدئين انا كل شي احب المحافظة الزغيرة اللي مثل هاي افضل داما تكون المحفظة هي تشيب قد حجم الايد انزك انزك تكون باعوا طبعا اعشق المحافظ هي جمع كلمة محفظة محافظ لو محفظات كتبوا لي بالتعليقات لك بخري صامغي هي بميري اوكي وااو هذا هنا لا ينضح تليفون المفروض. صح؟ نجرب نضح تليفون هنا وات قحت قحت القحت واشو حلو شباب ووزنها مو كلش ثقيل صار نلعب أهم شي تشيل جميع المستمسكات وتشيل جميع النقود الدولار والعراقي خاف اكون محافظة يشيل بس عراقي ما يشيل الدولار ما ادري هذا الجيب السري هذا الجيب السري حسنرش الجزدان ما البنات لو حلوة شباب شو تحسوها فخمة لو الجزدان ما النساء صفقة رابحة شباب ما احفظ شي ريحة دوام مدرسة جديد ما اعرف خشمي دي يشتم مدرسة ما اعرف واو 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 خلو نروح على الشغلة اللي بعدها اوكي شباب تعالوا شوفوا هذا الفيديو عبارة عن سماعة بها سماعة صغيرة وبنفس الوقت هي سماعة شبيرة مثل ما قاعدوا تشوفون وبنفس الوقت هي باوربانك يعني ما اعرف احسا شي غريب اوه سعره 25000 خلو نروح نشتريها ونرجع لكم اوه اوه كان توصل السماعة تعالوا خلنفتح السماعة الجميلة نايس 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 هذا شكلها من الخارج تعالوا خلنفتحها شن هاي شن الكارتون العاوية ليش تغليفة بس ما تلاحظون شن هاده اوه شن هاش قدوتها شن هاش قدوتها شن هاش قدوتها ديش اوه شن هاي اع اع الكوالتي الكوالتي كلش رديئ شباب هاي المنتفتحها مو سلسة اوكي هاي السماعات مالتتتجو ياها كلش حاسها رديئة ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف اوه تشحن بدت تشحن نايس 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 اوكي شباب هسان كان نكت التليفون على السماعة الخارجية تعالوا خلنفع صوتها وين هاي هذا اللي كان يقول هذا فاشل فاشل وينك يا زم ما عاش مليون مشترك يعني شوفوا صراحة هي صوتها نقي بس مو كلش عالي بس شنه فرقة عن صوت التليفون ما اعتقد اكو فرق شو خلنشوف ما تدبرها زلمة زلمة جيب مية الف باليوتيوب زلمة تعالوا هسا خلنفصل السماعة ونشغل الفيديو من صوت التليفون بلوتوث بلوتوث لو تقعد بستوديو لو تجيب احدث المعدات جيب شركة مارفل لا صراحة هي صوتها انقم صوت التليفون صراحة بلوتوث مو تسمعينه بلوتوث مو تسمعينه بس مشكلتها مضابطة على الاذن هيش تحسها تريد توقع من نذانك ما اعرف شلون صراحة غير اشوفها صفقة رابحة وحلش هي بوربانك تقدر تشحن تليفونك من خلالها اوكي شباب الشغلة اللي بعدها هي عبارة عن شي كلش بسيط يقولون هذا الشي يقشر لك البيضة شلون ما ادري آه يقولك تحط البيضة هنا تتقشر شلون ما تجعصها تتقشر شلون ما ادري المشكلة انا بسوي بيضة واحدة سلق اذا خربت تلاس لازم اروح يسوي واحدة ثانية وما بي حيل ولازم اتطول بس تعالوا خلني اختبرها خلوني نفتح الجهاز هوبا اه هاشنا هاذه اوكي عبارة عن قاعدة وهي اعتقد تتلبس فوقها هيتشي معارفة اعتقد تحط البيضة هنا هي تتكشر واحدة شلون ما ادري تحط البيضة هنا واحدة تتقشر شلون تحط البيضة هنا نجيب هاي فوقها ويش تجعصها البيضة تتقشر شلون ما داعرف تعالوا خلي نجيب البيضة ونشوف تعالوا خلي نخليها هنا اها هنا نجيب هاي فوقها زين شون يعني اه جعصت كسرت هشون راح تتقشر وات هشون 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 هليش شباب هي وكيد كشرت بقى بها بس شوية هليش هشلون شوف بقى بس القشر شباب طلعت واحدة تزرقت من جوة شنو ادي يصير هنا شنو الضغوط لا مستحيل هيتي ابد ما صايرة هشون تعالوا عمي خلوا نروح على الشغلة اللي بعدها هاي راح تنقدني شباب مرات اول ما تشلق البيضة البيضة تكون حارة فما تقدر متقدر تقشرها تشويك تشويك شباب اكو منتج نوعا ما غريب اللي هو هذا هذا منتج يمكن كوري لانه مكتوب كتابة كورية مثل ما قاعد تشوفون كتبونا بالتعليقات هل هذا كوري او صيني او شنو هذا هسا شوفكم شنو هذا طبعا تيجي منا قطع صغيرة مثل هذاني شوفوا هذا اتشو بيرو هذا الصغير تعالوا مخلي نفتح واحد شكله يشبه الكلينيس هوا شوفون هادي شنو هذا باعو وراح نجيب براس شوفوا واوه ال užيبيرو حلو صوتEngliقlas غريب ونخلي الكلينيس بالقلاس نقول بسم الله اوه اللي او تجرب في اللاصة واهوحو نتجرب الزغير احسن نفتح واحد صغير وفي الآن فراح نجيب اللاص مالت نقول بسم الله النفخت كبرت اتبعو صارت عبارة عن خاولي خاولي تقدر تمسح به ايديك تغسل كيف ادقت شعر ماله النفخ هذا! بعد اكبر هذا خاولي يصبح مرحباً اقعد اقعد يوماً تصو المي كله شوفوا هذا شون صار هذا خاولي صارش كبرى واوه باعوا شوفوا كلش شبير هاده هذا جطعة شبيرة جطعة شبيرة كلش باعوا خاولي هذا خاولي تنشف به روح نشف به ورجع لي ورا شنون هي شباعوا باع 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 اركز ركز ماس بوعد اركز اركزها عن قرب باع اختراع رهيب شباب شالي بجيبك كلينس هالكدوه وصله وصله شباب هاي تحسوها مو كلينس وصله وصله عباركم ينشك ينشك قوي شباب ينشك هو بس قوي شباب تعالوا شوفكم هاي القاصة شكلها شباب قاصة قاصة بس تتخيل تحط فلوسك بهاي القاصة بهذا الوزن شوف وزنها خفيف وكأنما دا تقول للحرامي تعالوا خذني صاحبها قفل ما شون افتحها يا عيال هاي اشتريتها مقفولة شنو صاحبها قفل بس شنو الفائدة يعني انت تقفلها ليش خواه يقدر واحد يشيلها ويطفر بيها ايه ضحك يعني قاصة شكلها شكل القاصة ما ادري احس احطها للحرامي انا احط لك فلوسي هنا حتى يجي اخذه ويطفر مفتاح شنو فائدة المفتاح ما تدري بس حلوة حلوة تقدر تجمع بيها فلوس حلوة تعالوا نعوف هاي القاصة هذا شنو هذا باتري صح لو لا احيانا ما نعرف هذا بيه شحن لو ما بيه خلصان لو مليان فاليوم جبتلكم هذا الاختراع هذا الاختراع يخليك تعرف اي باتري اذا كان مليان او خلصان راح تخلي الباتري هنا راح يقرالك هنا اذا كان بيه طاقة او خلصان اذا كان اخضر يعني مليان اذا كان اصفر يعني بيه وسط وإذا كان أحمر يعني منتهي أو راح ينتهي ما أعرف وحل الشي يقدر يشوف كل أنواع البطاريات أو أغلب أنواع البطاريات بكل الأحجام تعالوا خلو نفحص هذا الباتري ركز لي هنا ركز لي هنا بابا بابا راح خلي هنا شوف مليون تعالوا خلو نشوف هذا الباتري طبعا هذا الباتري هم غريب طبعا هذا الباتري نوعيتها غريبة شنو هذا الباتري هذا الباتري على الشحن تقدر تشحنه عكس هذا هذا إذا خلاص الذب هذا لا هذا الميزة به شنو تفتحه تقدر تشحنه باعه ينشحن باعه فخلنا شوفه يقدر يقرأ لو ما يقدر ركز لي نقول بسم الله ولعب مليون بس شنو رأيكم بهذا الاختراع شواب شواب شنا قبل نعضعض بالباتري حتى يشوف بيلو مابي شنو رأيكم بعد مرور مدرش كم يوم حتى لحيتي طولت باع لبس نفس التشير بس معقش لان شمرت بوقتها وسترجعت لبسته عموما تعرفون ليش طولتها القد انا اقول لك ليش الرسام اذا انت ما تعرف ترسم هالة 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 اووو تجيها مثل الرسمات او بار كود شوفوا عبارة عن بطايق بها بار كود مثل ما قاعد تشوفون اعتقد انخليها يشوفها به هاي العدسة مالتها اللي هنانه ويبد يرسمها اليك واو اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون خليت الجهاز على الشحن هسه هو ده يشحن بس شوفوا لي اشلون لازم القلم باعوا هيش يرسم باعوا ووووو رهيب طبعا جبت لأورقة هنان رح يرسم عليها المفروض وراح يبلش يشخبط عليها المفروض طبعا اختارت الفراولة مثل ما قاعد تشوفون من ورا شبيها بها بار كود هنان المفروض نخلي البار كود وراح يبدي يرسم لنا الفراولة اوكي شباب اعتقد هسه شحن المفروض تعالوا خلي نشلع الواير مننا وانشاغلا اوكي نقول بسم الله شو نشتغل هذا شباب نش بده يشتغل هذا اوكي عرفت عرفت شباب منين نشتغل عرفت من وراه اشتغل واشد يسوي شباب قاعد يحرك يده خلي نخلي يرسم اوه شو بده يرسم اوه شو بده يرسم 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 لي يرسم الفراولة يرسم لي فراولة اوه شو ده يرسم الفراولة ماذا انت مقعد تشوفون هسه صاح القلم شوي حسه خفيف يعني مده يرسم زين شباب شوفوا شوف شباب رسمها بس شنو خربط بها جوه بالبداية هاي الفراول هاي شوفوها خلنطي رسمه ثاني شباب نطي رسمه ثاني المشكلة القلم عاود يرسم به اوكي شباب هالمرة رح اصعب علي العملية رح خليه يرسم لي شمسية اوه شوفوا كلمة سيقوم يرسم شباب كلمة سيقوم يرسم شباب سوا لهية الشمسية من فوق بس شوفوا شباب قلم شوية مواضح بس بس يرسم ما بين يمكم ما بين يو قلمة قال شباب القلم تعبان القلم و الرسم كلش تعبان و بس هذني الاختراعات العندي بس اوقفوا يمكن عدي شغلة وحدة لك شنو هاي الحلقة شطولها اتوا مو تحبوني انا شعلي اوقفوا والمفروض هذي يكون اختراع غريب ما اعرف شنو هذا اصلا نسيته اووو لا 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 هذا قوي هذا قوي هذا قوي هذا نعوفه للفيديو الجاي ليتش الامعين شلون منو يغسلهن اختش اختش 24 ساعة لازمة التليفون تقلوا ريالزات عالتيك توك ايه ما فارغت لك بابا ما فارغت لك مرتاحة ما يصير ناخذ مني ده التليفون ما يصير عيب فقومي كالاسد سيميش بيدش محد يفيدش الامعين امتلتلة امتلتلة عالسينك ديزيها لختك هاو صحيح لا تنسوا ان تكتبوا لي شنو اكثر منتج حبيتو حسيتو مفيد بهاي الحلقة واتلقوا منا خصة حق